موسيقى إلا المنطقة الشرقية من جبل جرح استطاعت ميليشي الإنقلاب الوصول إلى هذا الموقع والسيطرة عليه لمدة 45 يوما مارست فيها سياسة العقاب الجماعي بحق سكان الجبل والمناطق المحيطة به استباحت فيها حرمة الدم والسكن والطريق موسيقى اشتركوا في القناة شكل جبل جرح النواة الحقيقية للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في تعز وبدأت المعارك تتواتر بين كر وفر خسرت الميليشيا الإنقلابية على إثرها العديد من المواقع الاستراتيجية في المدينة إلا أن هاجس السيطرة على جبل جرح ظل يراودها واستمرت بهجماتها عليه بصورة متلاحقة سواء من خلال الهجوم المباشر أو عمليات القصف المتواصل قبل جرح دافع عنه الجميع كم من أراد أن يدافع عن اليمن بشكل عام فليطلع قبل جرح لأنه قبل جرح هو مثل أعتقد أنه المقاومة بشكل عام الجيش الوطني بشكل عام الجمهوري بشكل عام في حد أنه سقوط قبل جرح انتهت محاولة تعزي أنه كانت بداية لنواة المقاومة من هنا من قبل جرح استغلت ميليشيا صالح والحوثي نقطة ضعف الإمكانات القتالية والمعدات العسكرية لدى أفراد المقاومة وانشغالهم بالجبهات المفتوحة معها بمناطق عدة وشنت عملية عسكرية مباغتة بمساعدة عناصرهم المتحوثين مكنتها من الولوج بشكل رسمي إلى الأطراف الشرقية للجبل ووصلت بشكل فعلي إلى المنطقة الاستراتيجية المعروفة مؤخرا بعمارة عبدالصمد طبعا كان هناك بعض الأماكن لم تكن هناك مقاومة مرتبة فطبعا حصلوا بعض الأماكن أو بعض الطرق للوصول إلى إيش إلى إسفل إيش إسفل قبل جرح مثل إمارة عبدالصمد وبيت أناس والمناطق هذه إيش اللي هي ممكن إنهم إيش يوصلوا إليها أقاو ثلاثة لدو قبيتنا ثلاثة أقاو لدو قبيتنا إحنا حقرنا هام قلنا لهام محقور لا تقصوش دو قبيتنا بزعوا لكم من دو قبيتنا وثلاثة واربعة قهام بالإمارة أربعة قهام بالإمارة نحن نسدرين منه دخلهم وبعداني عادين نكون قصوا بكم بالمزرعة قيت بي رصاصة بالرق الحقي عاديني مقدرش يجزع واني لقد طعمر غنم دخلوا قالوا لنا حق مني دو عمارة قلنا لهام هذا حق عبدالصمد قالوا هذا حقنا هذا حقنا مش حق عبدالصمد أني شلكوا نفسي صدامي بني قام يتشارع هواهم يقول لهام لا تدخلوا شوانا بعوائل قال هذا اللي حقنا قل 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 صدامه سكتكا مش قتلموك وستحبكوا نفسي من تحت بيت منزل منزل ومقاومة قهم بتحت جبل تحت منزل تحت مقاومة نازل سحبكوا نفسي دلدل دلدل حوش حق حمد حمد وستحددكوا منزل منزل ولا يقو بلقهم قالوا لهم دخلوا ثلاثة العمارة محدارين إنهم مقاومة إنهم مسموه إنهم من الحوثة وهما بعد حتاشوا وطلعوا ولبلغوا حم السعيد وطلعوا لهنا يقرؤ يقوقوا داخل أربعة لولا الثلاثة اللي بلقوهم بهم وقمعهم ترمزماء وقمعهم مطرات وقمعهم عيش وقمعهم كل حاجة مصدح عمارة قد هذيك الساعة تحركوا يعني كنوا حققوا معهم قالوا لهم إنهم طلعوهم بواحة من بت مسموه ذا ذا اللي تحت الشيخ رانجداري الشيخ ملكة المهم إنه طلعوهم واحد بالموتر على واحة واحة طلعوهم لهنا محادرين وقالوا لهم باسموه اسموه فلان بن فلان إن بت الشيخ درهين تحت إن بت الشيخ درهين قالوا لهم فلان بن فلان طلعونا فقمتر على واحد واحد شلوهم هذيك الساعة مدري أنا وديهم حم السعيد إن قتلهم إن أسرهم إن أنا وديهم يكون القوة وقاءوا يضربوا بأحدث الأسلحة ومعهم ناس مدربين فاهمين كيف يخوضوا معارك تخيل أنت معك عشر أفراد عشرين فرد وإذا بهم يشاهدون القص من كل جهة بالرغم من تدارك الموقف من قبل أفراد المقاومة والجيش الوطني إلا أن محاولة أخرى أعقبتها ليتمكن خلالها عناصر الميليشيا من التسلل مجدداً والسيطرة على عمارة عبدالصمد والمباني المجاورة لها وكل هدفهم الزحف نحو مبنى المجمع القضائي الذي يبعد عنهم ببضع كيلو مترات طبعاً كانت خطهم الاستراتيجية وطبعاً إرهاب الناس تخيف الناس حتى تسهل لهم الصعود إلى قبل قراءة هم طبعاً استخدموا بعض القناصين في العمائر المطلة مثل عبدالصمد بيتناس النهري وفي بعض العمائر اللي هي طبعاً مجاورة للقبل طبعاً على أساس إخلاع المنطقة ويخل لهم عيش حتى أنهم يصعدوا إليش إلى القبل هذه الأسلحات التي استخدموها ولكن كان هناك لهم طبعاً قضائف الهزرات الهونات الدباء يضرب من الخلف الواعش وكذلك من الدفاع هي طبعاً لإرهاب الناس فقط يعني هم يعني راحوا ضحايا وأبرياء في بيوتهم كانوا آمنين وأستخدموا هذه الأسلحات على أساس إرهاب الناس تمركز عناصر الميليشيا في هذا المبنى بشكل فعلي وذهبت لصب جام حقدها وغضبها الانتقامي على أبناء تلك المناطق وقامت بتهجيرهم قصرياً فتركوا منازلهم وممتلكاتهم التي لم تسلم من عمليات النهب والتدمير هرب الناس اللي ترك بيته واللي ترك حتى اللي هو بيته مفتوح ما بالنديس لأنه ضرب ضرب رعب لو كنت تشوف على رعب رعب ضرب يعني ما الصواريخ ماهو من ضرب الصواريخ الكاتوشة كان القبل هذا يحرق كامل كل القبل ما بش قبل ما حصتش قضيلة يعني من كل مكان من الحرير من هنا من الدفاع القوي لأن الدبابة كان مقابلك هنا بالدفاع الدفاع القوي جوي قن بلاء الحرير مقابلنا ضرب من الحرير من الدفاع من قبل وعش الفوجر ممكن من الستين رميل يعني ضرب استماتة أشوف القضائف تقرب مننا يعني بالرغم أنه كان لا يوجد مقاومة ولا يوجد أي مسلحين داخل البيت أو حول البيت لكن القضائف كانت شاملة لأكثر من مكان فحاولنا الهروب بأنفسنا من أقل المحافظة على الحياة لكنها لم تحافظ هذه البيت الذي أمامكم هذا الأطلال هذا الواقع المزعق المخزي يعني أربعين سنة كنا ننتظر تطور للبلاد وحضارة ورقي لكننا فوقينا بأنه أربعين سنة من الدمار والخراب وتجميع الأسلحة لضربنا لضرب المواطن يعني المواطن الذي أعطى كل ما يملك في النهاية يضرب بكل الأسلحة التي قمعت من ضرائبه من إراداته الذي دائما المواطن هو يعني مطيع للدولة ولكننا في النهاية فوقينا بأن الدولة ليست من أقل المواطن الدولة تبني لها قيش وأدوات عسكرية وآلات عسكرية لهضم وضرب المواطن هربت من هنا من القبل علشان الموت وأسكن بالمسبح تطبعنا قديفة لها المسبح للبيت الذي أنا ساكن به رقم الصواريق لبيت البعداني وأنا ساكن بالبيت القنبي ومعه مشي الأطفال وكذا راح حوالي خمسة مدرية ستة هناك قتلى وقرحاء وبنتي من ضمنهم من ضمن القتلى الذي قال الصاروخ له هنا لأنه نجحت هربت من الموت هنا لقنا هنا أنا كنت خارج البيت فأبلغوني إنه البيت احترق كان ابني في الغرفة الثانية وما زلوا لا تحت اختبؤوا وأصيب طبعا بمشاكل في الأوزم نتيجة للقوة الضربة القوية يعني أبلغونا أتينا لنعمل على إخماد الحريق الموجود بالغرفة المقاورة طبعا الغرفة المقاورة كلها احترقات فحاولنا نحصل على بابرما البوابير تخاف إنها تطلع للمنطقة هذه بحكم ضربات أو كذا وبعدين فأتينا نحاول نطفئ الحريق وكان موقف مزعق يعني مزعق جدا فهذا اللي حاصل يعني أمور ليست بالهينة إنه الواحد يشوف عمره كله اللي تعفبه واشتغال وذكريات البيت كلها انتهت يعني أطلال فأيش الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل وهؤلاء لا يعول عليهم شهداء سقطوا بيوت دمرت شباب لا يمتلكون السلاح انسحبوا وشاء الله عز وجل أن الحوث لا يتقدموا من هذه المنطقة لم يتقدموا من هذه البيت وقفوا في هذه البيت تجمع الرجال من أصحاب الحارة من أصحاب المدينة كثير من القنود تجمعوا في هذه المناطق وتحصنوا وتردوا الحوثة من هذه المنطقة يعني آخر بيت وصل الحوثة إلي هذه المنطقة هذه البيت وتسمى ببيت عبدالصمد تبت عبدالصمد خطوة تسعيدية أخرى أقدمت عليها ميليشيا صالح والحوثي في هذه المنطقة تمثلت باستقدام مجموعة من القناصين وتوزيعهم في المكان والذين بدورهم سعوا إلى تبني عملية قنص موسعة طالت الطرقات والشوارع والأحياء المجاورة للمكان وبأسلوب جعل تلك العناصر تبدو متجردة من القيم والأخلاق الإنسانية القناص اللي كان هنا عملت جميع المآسية حتى من صاحب الوقت قنصه الحارم اللي يمشوا هنا كانوا هاربين من الموت قنصهم من هنا كان في ستة قناصة قناص هنا قناص بركن دكان تحت وقناص فوق بالدور الثالث والقناص بالدور الثاني الذي متجه على محطة الوادعي والشارع الرسمي وقناص بكاربو كذا لقية المقوات كان من ماشي بقية المقوات اللي تحت يقنص للشارع فهذا القناص الذي قتل كم من واحد خمسة وثلاثين واحد اللي بالاسم معذكوش اسمعهم الذي قناصهم هنا قدامنا إلى الشارع الرسمي الذي يطلع إلى القبل وأما من هنا قناص ناس قناص مساكين الذي يمشوا بالشارع أي واحد حتى صاحب القناصه الذي كان مرتل بس الدور الثالث كان أي حركة مباشرة يقنص مهما كان كان حيوان كان بشار كله اللي بهم ما قلوحش غابة خارقو ولا أخلوح يطلع القبل ولا خلوح ينزل من القبل ولا 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 خلاص قهم باسمت مركزين ربعوه أن أهل القبل هربوا قولهم حتى دخلوه ذلك الدكان حق حميد حفق كسروا الباب هذا الدكان وكسروا الباب وعملوا حفرة بشقة هذا بشقة الروشة هذا قدار جنب هنا جنب حارع لقى الناصة كانوا يقنصوا من هناك ويقنصوا من هناك يقنصوا من هناك ويقنصوا من هناك من نقات قلب ومن نقات قلب ومن المقاومة ومن أهل الحارة وحتى الكلاب حتى الكلاب قتلوهم ولا خلو حاجة وقد مدشت بالقناص أنا مرضوح تلقائي أنا من نفسي مدشتوا من القناص يوم ضربوا الله هناك بالطيران طلعت في حقرة قدام الرأس حقي بدأت شعمل صدق أن الحقرة اكتسار اكتسرت قدام الرأس حقي سقطت وانا قوي قدام الرأس حقي لكن بالنسبة لعمر للميكن واحد لعمر حقه طويل ما قال ما سبب له كل شي بإرادة أم أنور أقرب الناس للمكان أبت تلك الميليشية إلا أن تخطف فلذة كبدها أنور برصاصة قناصيها وهو في ريعان شبابه أنا أردع كو من الحوابان لما قوم صنوار قال قوش روح بيت كما شاقع وقوش روح يجبني روحكم أنا وصلكم تحت دبتة ونكر عين وطلع مطلعك المعين يكسب وهو طلع بحافلة حق من أحمد المرشد وخدمات طلعوا يدرح عفش من هنا من أذبت الليلة من أذبت الحمراء والثلاجة طلعوا من هام سبعة ولفوا لحافلة لحافلة وهو التمن لهم وقنصوا مقنصوا هنا بالشأس أختاروا ركين بينهم حانك الشيادة حق داخل والله ما ترى كل يوم ثاني ما قالوا ليش ما قالوا لي ولا حاجة لا لما قلت لي مثلو زوكك قاسم الحبسي قلت لي أم أنوار قلت ليها قال أولي كل قتل المعنى قرمل لما قزيكش من دقابة قلت كل شبز عليك من هنا ومن قهر لاني شبصر أنوار قال ما انتش داري مبانوار قال المرقه هو بالمستشفاقة قنصوا قناصوا قامسوا قشلموا المستشفاقة قعملوا له عملية في العناء المركزة والله يكون مرقه لكا نظروا لكا وليتمنى الربين وأذك أسفقين على لقفوه والعناء المركزة بشقوه تسرين وأنا قول أن مرشيحين أن مرشيحين أن مرشيحين وإن سافر ستيا لها سابع يوم لما قنصت إلا أذكر على الله ومات بعض الأسر التي مكثت في البيوت ونمعنا إمرأة ماتت قصفت يعني ضربت طلقة في صدرها وظلت تنزف إلى المغرب ثمان ساعات أم محمد العميسي هذه المرأة كانت تنادي تصرخ تصرخ أراد أبناؤها أن يقربوا منها من أجل أن يسعفوها منعهم الحوذاء وظلت هناك حتى ماتت وغيرها من القصص الكثيرة أطفال ظلوا في بيوتهم حتى ماتوا أطفال قنصوا وظلوا ينزفون إلى أن ماتوا عش ذنب المواطن لما يحصل له كده ما ذنب المواطن النحية الأخرى هذه حرب ظالمة ليس لها معنى حرب ظالمة من مدينة لمدينة يعني هذا أشياء تحصل ما كان المفروض تحصل نحن إخوة نحن أبناء بلد واحد نحن عقيدتنا واحدة ليس هناك أي تعارض ليست بين دولة ودولة ما إن تنفس الجميع الصعداء بزوال ذلك الكابوس الميليشيوي الرابض على قلوبهم واندحر ما تبقى من تلك العناصر لمواقعهم العسكرية عادت وتيرة القصف بشكل جنوني على الجبل وحتى الآن ثلاث سنوات يعني مزيدا من الدمار ومزيدا من الخراب وكل يوم يقع ضرب سواء للحوش أو للقوانب يكملوا على الباقي فوق الدور الثالثة تحت الإنشاء قد كان يعني كل فترة يقى وقد راح قوز منه كل فترة يتنصوا عليه فالوضع المأساوي يعني يعني تعز تقريبا الناس فقدوا بيوتهم فقدوا أعمالهم فقدوا فقدوا فقد كل شيء فقد الإنسان يعني لو تأتي تشوف المكسرين والمصابين بالحروب أطفال وكبار وأطفال ونساء يعني حالة مزعقة ولهذا في استحقاقات بعد الحرب تكون استحقاقات كبيرة يعني على أي حكومة أو أي فئة تمسك يجب أن تنظر لهؤلاء الناس اللي حاصل لأنه الآن حقيقتان إنه يمكن الناس يشتو مستشفى أمراضة نفسية في كل شارع مرة أخرى انكسر زحف مليشيا الإنقلاب إلى هذا الجبل وليست هذه النهاية فلا زالت المحاولات والهجمات تتوالى باستمرار فلهم هدف يسعون لتحقيقه هنا بمعنى أنه لا زال للقصة حكاية ترجمة نانسي قنقر